متصارعون على شاشات متحالفون على الأرض معادلة سحرية طرفاها الولايات المتحدة وإيران أو أذرع إيران الغرب بشكل عام وعلى وجه الخصوص أمريكا متغاض عن ممارسات ميليشيات إيران في العراق هذا باختصار ما خلص إليه تقرير لموقع العرب نيوز والذي استند لما كشف مؤخرا من اعترافات زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي للمحققين الأمريكيين ثم إخراج الرجل من السجن وزملائه ليكملوا ما بدأوه ببناء دولة موازية في البلاد وهي الميليشيات التقرير أكد أن عيون أمريكا والغرب عمياء تجاه الإرهاب الذي ترعاه إيران لسيما ترك الممارسات إبان حكم المالكي للبلاد الذي استخدم تلك الأذرع المتوغلة في القوات الحكومية لتصفية خصومه السياسيين وخلق مناخ طائفي سام سهم في ولادة تنظيم الدولة فكرست الميليشيات طاقاتها لحملات التطهير الطائفي ضد السنة بحسب التقرير قادة في الجيش الأمريكي نقل عنهم الموقع حذروا من خطورة بناء جيش من الميليشيات على الأرض يمكن أن ينقلب على الولايات المتحدة في أي لحظة وفقا لمسار علاقتها بإيران فكلما تبادل الطرفان التهديدات خرج قادة الميليشيات مهددين القوات الأمريكية علنا لا سيما وأن إيران بدأت تمدهم بصواريخ باليستية كما حدث مع حزب الله اللبناني لكن التقرير لفت إلى أن حصول ميليشيات الحشد على رئاسة الحكومة سيوطد قبضتها على العراق لكنها ستعود إلى العنف والإرهاب إذا فشلت بذلك ومع تضييق الطوق على إيران تعلن الميليشيات عن نفسها كقوة إقليمية تتبع المرشد الإيراني وتعمل طهران من جهتها على حشد وكلائها في موقف هجومي وبالتزامن مع زياد الضغط يحذر التقرير من استغلال إيران لأذرعها في الصراع الآخذ بالتوسع ثم يختتم متسائلا هل العالم جاهز عندما يقوم إرهابيون مخضرمون كالخزعلي وسليماني وحسن نصر الله بالعودة إلى ممارسة أعمالهم بشكل أفضل